برحب بحضراتكم معنا مرة تانية فأنا وبيتي برحب من يفتك معنا يا سيدنا منورنا والجزء اللي فات كان مهم جدا الجزء التاني بقى كمان مهم قوي لانه التفاصيل اللي فيه ناس كتير ما عندهاش معالفة بينا أكثر أهمية لانه فصل تطبيقي بقى على ما يخص الكلام اللي قلنا النفقة بين الزوجين المادة الأولى متى تجب النفقة هنا الأول المادة الحقيقة جملة صغيرة وراها معاني بيقولك تجيب النفقة بين الزوجين من وقت عقد الزواج الدين الصحيح هنا بس عايزين نفهم هنا من البداية عاوي بس مش نقول من أول يوم حيختلفوا يعني هو عاوج يقول يعني ايه نفقة هنا عاوج يقول الانفق على البيت عاوج يقول الصرف على البيت تسديد احتياجات البيت اذا الصرف على البيت مسؤولية من أول عقد الزواج الكنسي هنا بقى الحقيقة يعني أنا سعيد للنص ده جدا لأنه محدده بالزواج الكنسي ليه؟ الدين الصحيح اللي هو الدين الصحيح اللي هو الكنسي يعني خالدوا من كنسوا بقى مسؤول عنه أو مسؤول عن الصرف أو بقوا مشتركين في المسؤولية عن الصرف حسب الاتفاقات طب ليه قالي هنا الدين الصحيح؟ لأنه فيه كمان فيه جواز مدني بيتعامل طبعا يعني أولادنا وبناتنا بيمضوا على عقدين أثناء الكنسي عادي كنسي وده اللي بياخدوا النسخة منه في نفس اللحظة خلاص خلص وعقد مدني ما بياخدوش النسخة يوثق التوثيق هنا للأسف اللي بيحصل في الحكاية دي هنا ايه؟ إن توثيق العقد الكنسي قد يؤخر قد يعطل توثيق العقد المدني أسف المدني توثيق العقد المدني قد يأخذ وقتا لاحد سببه السبب الأول أن عدد الموثقين في مصر لا يتناسب مع عدد الكنس في مصر نخرج فصل بالمعنى إن أبونا الموثق لا يوجد في كل الكنسة كهم موثق في كل مجموعة كنيس طب هنا في خطورة طب النهاردة الكنسة دي بيتجوز يقولك مهبونا متاع الكنسة الفلانية هو اللي بيوثق بس هو مشغول النهاردة ماذا سيتم يؤجل التوثيق بعد الزواج طب هم راحوا أسبوع ولا عشر طيام وسافروا فعلى ما يرجعوا يجي يمضن على العود التوثيق طب لما يرجعوا دي فيد اختلفوا حتى أو وارد جدا وارد جدا فقد تؤجل لشهور لما تموا مصالحة إذن العقد المدني بسبب ضعف عدد الموثقين دي تأخر وهنا الحقيقة تسمح لوزارة العدل بان أو ناشدها نرجو على الأقل أن تكون لكل كنيسة كائنة دائرة توثيق بمعنى أن يكون لكل كنيسة موثق على الأقل مش لكل منطقة مش لكل منطقة هي متقسمة دواير لأسباب أخرى يعني دواير التوثيق إنما لا إحنا نهاردة طالما في كنيسة حيتم فيها زواج يبقى لازم فيه موثق داخل هذه تمام وده يعني يلغي شوية فكرة أخير التوثيق السبب التاني اللي ممكن يعطل التوثيق إن أبونا نفسه عشان يوثق القانون بيلزمه أن يتم التوثيق في خلال شهر من تاريخ عقد الزواج يعني هو مش حيروح المحكمة تاني يوم الصبح ده على ما يجمع 4-15 يروح بقى مشوار واحد إذن القانون بيلزمه إن المدة ما تزيدش عن شهر طب والشهر ده على ما أبونا يوثق هيحصل إيه من يصرف عشان كده كانت الحكمة هنا في المدة من وقت عقد الزواج آه وقت عقد الزواج الديني الصحيح باي المدة دي عرفنا إمتى تجيب النفقة إمتى بقى يسقط حق الزوجة في النفقة دي المدة التانية قويس خالص تعالي نقلها يسقط حق الزوجة في النفقة إذا تركت منزل الزوجية بغير ما سوى أو أبت بدون سبب بدون سبب مقبول الصفر مع زوجها إلى الجهة التي نقل إليها نقل إدام حل إقامته أو منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر ستة ويئة ويئة ويصل على الزوج ذات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى آه ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من المسكن الزوجية لسبب مبار ضربها مثلاً تعالوا نشوف الموضوع هنا الحقيقة سقوط حق الزوجة في النفقة بمعنى أنه يحق للزوج عدم الصرفة على الزوجة والأولاد وقتها أو على الزوجة بالتحريب بمعنى أن يحق له أنه ما يصرفش ولا يحق لها أن ترفع قضية أو دعوة طلب نفقة امتى بقى؟ في ثلاث حاجة تعالوا نشوف أول حاجة طركت بيت الزوجية لسبب غير مقبول ده التقدير بقى القاضي السبب الغير مقبول لعمرة اتنين الراجل ده كان عايش في الصعيد والشركة مقرها الرئيسي في القاهرة فنقل القاهرة وهي رفضت أو أخونا العزيز ده قدر يجيب عقدي في الكويت مغري ودخله كويس ويرفع إمكانياته وهي رفضة تروح معاك الكويت هنا رفضها الإقامة معاه في محل الإقامة الجديد يسقط حقها في طلب النفع الحاجة الثالثة هو حطها ودي نادرة إنها تحصل إن الزوجة منعا من الدخول البيت يعني بعد بشغلة قراشتها يعني فاكرة ما كنت بسلتهم ولو قوعة تطلع من البيت ده لوتك هي نفزة الكلام وطردته هو بس عمدت بمبلغة إنها أنت كمانتش داخل كمان لا هنا يبقى من حقها إنها من حقه إنه ما يدهاش نفق بأي حال من الأحوال تمكن يا سيدنا إحنا تكلمنا قبل كده كان فيه مشكلة من ضمن المشكلات ويمكن نيافتك نصحت وقتها صاحب المشكلة إنه ما ينفعش أبداً يا ابني إنك إنت تمنع إنك تصرف على أولادك وعلى دكتك ما بقى اللي أنا عايز أقوله رجاء خاصي أنا بشكرك حبيبك عفوا يا سيدنا كلام بارح هو النهاردة هو بكرة ده اللي القانون بيقوله بالضبط لكن الناحية الإنسانية اللي نيافتك أنا بتدور عليها أنت لو ما صرفتش عليها رغم عدم استحقاقها في نظرك أنت بتصرف عليها لأجل احتياجها صح وعايز أقولك عدم الصرف حيصعد الموضوع وينتهي بطلاء إنما الصرف بيبرزك كإنسان لارج إنسان عظيم الكل بيقدرك رغم إنه هي سبيتك ورغم إنها في بيت أبوها أنت كرمتك لا تسمح إن أبوها يصرف عليه لا أنا هصرف عليه عايز أقولك هو ده اللي هيرجعها صح فما تبشيش ولا قانون في الحتة دي أنا لا أمنعك قانوناً ده حقك طول مش هدفع إنما أنا بكلمك بأبوة وإنسانية وخبرة طبعاً فلوسك هترجعها عدم فلوسك هتقتلع لك الجزء ده من الحلقة اللي تكلمنا فيها عن إنه قد إيه مهم إنك تاخد بالك ومراتك حتى غضبانة ومعاها الولاد إنك تاخد بالك من فكرة إنك تصرف عليها تبعت لها مصاريف لها هيا شخصياً الجزء ده عجب ناس كتير قوي يمكن بعثوا يقولولي يعني الكلام ده لو بيتقال على نطق أوسع وفي كل الكنايس وفي اجتماعات الرجال والسيدات هيهد كتير قوي من حدة المشاكل اللي بتنتهي في المحاكم ليه مشكلة بينهم في حاجز إيه اللي اكسره أنا بحبك طيب بحبك ده دليلها إيه رغب النساء يباني أنا بفكر فيك وبهتم بيك ويا سلام لو كان رومانسي بزيادة بقى وجاء يوم عيد ميلادها كمان وبعطلها هدية مش عايزة أقول إيه هي الهدية يعني عياً كانت ده بيقصر الحاجز ده حقيقي فخليك حبيبي لارش ويشعر بالتزام أمام الله إنها جوكتك حتى بالرغم إنها ثابتك وزعلانة وبعد ما عايز أقولك حاجة يعني هي مشت ليه سيبت بقى لها ما يبرره ولا ليس لها ما يبرره ما فيش مشكلة بتبقى من طرف واحد صح تقول لي بس الموضوع ما يستهلش في نظرك إنما هي أقصر حساسية وما اعتملتش فأنت شريك في المشكلة اللي أدت إلى إنها ثابت البيت لو سمحت أنت المسؤول أنت الرأس أنت صورة المسيح في الأسرة أنت رأس الأسرة اتصرف كمسيح في التعامل مع زوجتك كما تعامل المسيح مع الكنيسة شكراك يا سيدنا على هذا الرقي في التعامل شكرا هيسري على الزوج بقى طب دلوقتي هي المسؤولة تدفع نافأة أو تشارك في النفقة ودي حنجلها بعد شوية وإيه اللي امتنعت نفس القصة تمام ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجية خروجها من مسكن الزوجية لسبب مبارئ يعني لو فيه سبب يبرر عدم وجودها أنا عكس اللي تقالي تمام ما أتحاولي طيب عدم تعرض وجود الزوج في البيت مع دفع النفقة وده موضوع المادة اللي بعد كده آه طبع بتقولي إيه المادة إقامة الزوج في منزل الزوجية مع الزوجة والأولاد لا يمنع من الحكم عليه بالنفقة لهم متى ثبت امتناعه عن الانفق هي العضية كلها طلب النفقة لامتناعه عن الصرف قاعد بقى مش قاعد هو مطالب يعني وإحنا لازل نقول لها سيبي البيت عشان يصرف عليك عشان تقدر تطلب نفقة لأ انت مش قوعد سيبي بيتك وانت جوه البيت تطلب النفقة طالما ما بيصرفش فهنا القانون واضح جدا إن أنا ما اتطرهاش إنها تخرج برابتها عشان تثبت إنه ما بيصرفش لا لا وهي قاعدة جوه البيت تقدر تطلب نفقة طالما إن هي عندها ما يؤكد إن الراجل ده ما بيصرفش على البيت بأي شكل من الأشكال المادة اللي بعد كده بتتكلم على إنه الزوج ملزم بالنفقة وكمان الزام الزوجة متى كانت قادرة بالإسهام في الإنفاق برضه نوضح ده لأنه ده جديد على الناس بتقول إيه المادة التالية يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة وعليه أن يوفر لأسرته حياة الطفق مع مقدرته ومركز الأسرة الاجتماعي دي أول جزء تاني جزء فإذا كان دخل الزوج لا يفي بذلك يحكم القادي بإلزام الزوجة متى كانت قادرة بالإسهام في هذه النفقات مراعيا في ذلك مصلحة الأسرة والمقدرة المالية لكل من الزوجين الأمر الثالث في المادة وتلزم الزوجة بالنفقة على زوجها المعصر العاجز عن الكذب متى كانت قادرة على الإنفاق إذن هنا ثلاث أمور دمرة واحد التزام الزوج والتزام الزوج بالنفقة هنا وفقا لمقدرته وفقا مركز الأسرة الاجتماعي أنت ولادك بيقدرش يعيشه في مستوى أقل من كده دي أول ملاحظة طيب الأمر الثاني المستوى الاجتماعي بتاع الأسرة كده بس هو إمكانياته ما تقدرش توصل لكده الزوجة تشترك هنا يلزمها القاضي بالمشاركة يعني طول ما الزوج قاعد يصرف وقادر أنه يصرف هنا المحكمة ما بتتدخلش إنما يوم ما يثبت أنا أصلي دخلوا بقى تعليم خاص العيال بقت مصارفهم زيادة وأنا إمكانيات أها وحدود أها والورق بيقول إمكانيات أها وهي في نفس الوقت مرتبة قد كده ودخلها قد كده هنا لقى القاضي يقول من فضلك فلوسك دي مش ليكي لوحدك هي للأسرة طالما إن هو مش قادر يصرف أنا مش عايز الأمور توصل لكده أنا عايز إن هم من البداية الأولى حياة شركة ويعودوا مع بعض قبل الجواز دورها إيه في الصرف ودوره إيه في الصرف موضوع دراسة الصرف على البيت دي تندرس بأبعاد كتيرة مين اللي حيدير الأمور المالية قدر المشاركة إيه توزيع الإرادة على إيه إيه ديون بشفافية لا في الأول إننا ندخل في ديون عشان نعرف نعمل فرح يعني الكلام ده في الإعداد للزواج مفروض يتناقش يعني برامج الإعداد من ضمنها التدبير المالي لازم نتكلم فيه هيعمله إيه أنا مش متكلم بكلام نظري ويعودوا مع بعض في شفية تحت وسيط مع وسيط أو مع مرشد أو مع إشبين أو مع كان يناقشوا التفاصيل وبنصح الأباء الكهنة دايما من فضلكم خلوا في ناس مدبرين للأمور المالية يعودوا مع المخبولين على الزواج وإنت حبيبي يخلي عندك شفافية وهي عندك شفافية إرادة إيه إرادة إيه بالتفاصيل تقول له أنا مرتبة عشر قرش طب وخبت الحوافز والخبت المش عارفين طبعا دول على قد لبسي ومظهري المش عارفين طب وتشغلين إن شاء الله لها مش عشق غالط يعني ما هو إذا كانت من البداية عاوزة تقول بفصل فلوسي عن فلوسك في مرونة إمكانية هو راجل اللي يبقى سعيد إن هو يسرف طلام إن هو قادر على الصرف فيه على فكر ناس كتير كده أنا راجل دخلي كبير لا لا حبيبتي فلوسي دي خلالك خلالي الزبن أنا ما تبقى إيه وفي نفس الوقت في المناسبات يبقى كريم جدا معاه ربنا ما تديره يلجأ لمرتب بسيط يبتاخده أيا كان حاجبه ليه إذن هنا النقطة المهمة قاولة لابد إن إحنا ندركها النوع بيدفع وفقا لإحتياجات البيت ومقدرته وفي نفس الوقت إذا ما كانش قادر يغطي الإحتياجات وفقا للمستوى الاجتماعي العشرين ده وهي عندها دخل الآد يأمر إنها تشارك طب فيه بقى المرحلة الثالثة إذا كان الزوج عاجز هو أصبح غير عاجز بقى لا يبقى عليها كلها هي المسؤولة عن الصرف في حدود إمكانياتها البيت حيعيش ما تقولش لا ده هو اللي يصرف ويطلع برا البيت لا ده هيقعد جوه البيت وأنتي مسؤولة أنت تصرف عليه فكرة عاجز هل مثلاً يندرك تحتها العجز المرضي المعروف ولا عاجز يعني مثلاً ما عنده شغل لا العجز المرضي العجز المرضي طبعاً واحد مدمن وقعد له في البيت مثلاً أو مش عايز يدور على شغل واحد كسول وإبن مامته إن مدلعاته لعمره مش بتاع تحمل مسئولية وقعد في البيت يعني عاجز عن الكسب دي معناها؟ لا معناها عجز جسدي عجز جسدي عدم قدرة جسدية واحد عنده شلال رباعي ما ده المقصود بها كده يعني؟ واحد عمل حدثة في الموخ أثرت على إمكانياته الزهنية والعقلية والجسدية فده المقصود بها العجز الجسدي المانع من الكسب الكدرة على العمل تمام المادة اللي بعد كده لما يتصالح الزوجين بعد صدور حكم النفاء إيه اللي يحصل؟ آه دي عين عندي فيها كلام للأباء الكهنة دي خلا بيقول إذا تصالح الزوجين بعد صدور حكم النفاء فده يرتب ذلك أو يرتب ذلك أثراً على تنفيذ الحكم ما لم يستمر الصلح لمدة سنة ما لم يكن على الأخير؟ هنا أنتوا تصالحتوا الحكم ساري ولمدة سنة طب ليه ما إحنا تصالحنا؟ لا يا حبيبي تكون بتضحك عليها؟ آه طبعاً ما أكثر التحايل في هذه الأمور بقى عندي مجمد نفاء ثلاثة أربع سنين ومش عايز أدفعه فأصطالح ماليش غيرك وتحت وبعد أسبوعين ثلاثة وأثبت أمام القضاء وأسقطت النفاء ثلاثة أرجع لحالة تاني الفاعة دي اتفق من جديد لو أنت شطر لا عشان كده القانون خلها سنة نتأكد هما بقى اللي بيحصل في الكنيس إيه؟ يجي الزوج من دول اللي عليهم متجمد نفاء ويعرض الصلح وأهل يعرض الصلح وقعدة كبار وأبونا يخش في الموضوع أبونا أنا مش هستلح وفيه سيف على رقابتي غير لما هي تتنازل اللي هو النفاء فتتنازل على النفاء عشان أصطلح بص أبونا من فضلك أوعى تعمل حاجة روحية تتعرض مع قانون تاني أوعى تعمل عمل روحي والعمل رعوي يتعرض مع القانون القانون بيقول يعدوا سنة مصطلحين فالقعدة العامة لا تخالف القانون أو تتعارض مع نص قانوني وأنت بتقوم بش دور رعوي دي أول ملاحظة تاني ملاحظة هقول لأبونا لا تكن وسيلة لتحايل وغش كلام صعب فطبعاً هو أبونا يعني مش هيخش دوها النفوس قوي فأبونا شايف أن السلام الأسر أهم ولولادي بقى في حضن أبوهم وأمهم أهم أبونا الحق بالبعد الروحي بيبصت كده وكلنا بنبص لكده بس كمان لازم أبص أبونا لزاوية تاني يعني إفد إنه مخادع إفد إنه هو بيتحايل وبيستخدمك إنت وراح يصطلح شهر وأسقط النفقة لأنك إنت خالتها تتنازل عنها لا يا أبونا ده الصباح أصل هنا زيما كنا قلنا من الأول هي مش هتسقط غير بتنازلها صح إبراء هي هتقول خلاص أنا تنازلت عن النفقة وأبونا أجمرنا تعمل الإبراء ده فما عادش شرط السنة موجود لأنها تنازلت مع قبل الصلح فهنا أبونا لو هو بعد أسبوعين ثلاثة واختلفوا هتعمل إيه؟ هتدفع لها إنت أبو جمد النفقة من الكنيسة؟ عشان كده أنصح الأباء إنه برضو يطبخ القانون وطالما هو راجع من قلبه عشان تفرق معي سيب الموضوع يمشي شوية خلاص موضوع ينتهي عشان كده الصلح لا يوقف تنفيذ النفقة إلا بعد سنة من الصلح تمام لما بيصدر بقى حكم نهائي بالطلاق أو بالبطلان أو بالانحلال إيه موقف النفقة؟ أه طبعا هي بس عايزة أوضح لبناتنا اللي بيستعجلوا وعاوزيني للطلاق هنا مقصود الإحلال هي في النص محتاجة تعديله وأنا قدت بها ملاحظة اللي هو الإحلال المدني مدني طبعا أو التفريق المدني هنا بنتنا طرامة ساعة للطلاق أو البطلان أو وفقت على الطلاق أو البطلان من لحظة الحكم يسقط حقها في النفقة هنا حق الزوجة لكلها زوجة يعني دي نفقة زوجية هنا بيسقط حق الزوجة في النفقة ولا يسقط حق الأبناء بغد النظر الأبناء عايشين مع مين؟ طبعا فهي لو أولادها عايشين معها هنا بتبقى النفقة فيما يخص الأولاد وليس فيما يخص الزوجة من هنا يبقى إحنا كنا من واضح قوي يعني إفهامي يوم ما بتفكري في الطلاق لا يحكم نفي شيء عند هذا الزوج ما بعد الحكم النهائي بالطلاق المرة الجاية بقى إن شاء الله سيدنا هناخد النفقة بين الأباء والأبناء والأقارب والجزء اللي جالي عليه مليون سؤال الحضانة ده هياخد موضوع شوية يعني هنحاول إن احنا ناخد المرة الجاية هناخد الجزء ده بس خلاص ناخد الجزء ده ونقدس حبنا اللي بعتلنا أسألة كتير قوي يعني أنا مش عايز دراستي تعالنين مني قوي علشان أنا دعلوا مننا أنا أسفة صدقوني ناخد جزء صغير على باقي الباب ده تمام ونرد على أسئلتهم الكتير اللي هي متجمعها خلاص طيب الحلقة الجاية هناخد الجزء الباقي من النفقة وناخد بقية الحلقة أسئلة من الرسال بتاعت حضاراتكم والمشكلات والمرة اللي بعدها الحضانة ووعيدكم إنها بإذن ربنا المرة اللي بعد الجاية عشان أنا يعني من عموم الجمهورية بيسألوني على موضوع الحضانة ومن كل الأطياف يعني فموضوع مهم والحضانة فيه متغيرات إيجابية في مشروع القانوني هاي فدي بشرة خير استنونا بقى الحلقات اللي جاي طيب هناخد بقى رسالتين كده سيدنا يعني سريعا نحلوهم مع بعض أنا حاولت أتكلم بسرعة عشان ندي فرصة بالضبط يا رب سلام نقبل الآية يا سيدنا ده أسيوتي أكيد ده برافو يا سيدنا برافو يا سيدنا أنا من أبوتيج أسيوط أنا منفصل عن جوزي من ثمان سنين بدون محكمة ولا كنسي فرقستينا خمستاشر سنة عشت معاه خمس سنين بس هو كان أغلب السنين بيسافر القاهرة لأنه كان شغال سواق وطبعا كان يعني بيهني كتير قوي وبيزلني بطريقة صعبة جدا بمعنى لو نزل خدمة ورغم أني كنت بنزل وأنا عملاله كل حاجة يفتكر أي حاجة ويقولي لو نزلتي هكسرلك رجلك وما كنتش بتكلم نهائي وما كانش بيرضى يديني فلوس خالص يقولي مدام بجيبلك حاجة البيت ملكيش فلوس كنت نزل عدي على بابا أخذ منه فلوس وأنا نزل الكنيسة والسنة الوحيدة اللي عشتها في مصر معاه قلت عشان ربنا يديني خلفة ونشكر ربنا ما حصلش حمل ومش معايا أطفال كنت عايشة في عذاب وسجن كان بيقفل علي من برة وما كنتش بخرج وما كانش في عفش كنت بحط هدومي في كارتونة وكانت عيشة غير أدمية نهائي لما تكلم كان يقولي عيشة عيشة أهلك وشكوري ربنا أني خدتك أصلا مع أن أهلي ناس طيبين قوي وغلابة على قد حالنا بس في نفس مستوى بالعكس العيشة اللي كانت في بيت أبوي أحسن بكتير من العيشة معاه بعد كده ما استحملتش أعيش أكتر من سنة واحدة في مصر وجي بابا عشان ياخدني أرجع عيش في البلد تاني على أساس أن عيش زي الأول يروح ويجي علي لأني اتدمرت نفسيا لكن مرضيش وقالت عيش في أي مكان أعيش أنا فيه محدش يحكم علي وشطن بابا الله يرحمه لكن كل حاجة اتقلبت وظهرت حائقته أكتر قدام أهلي وهو بيسمع الأهله قوي ولما حصلت المشاكل اكتشفت أن العفش اللي كان جايبهولي كان شحته من أخته اللي متجوزة قبلي أكتر من عشرين سنة لأنه كان بيتهرب في الموضوع ده وجاب العفش ليلة الحنة بالليل يعني قبل الفرح بساعات بعد كده الأباء الكهنة حاولوا يصلحوا لكن ما بيتغيرش بيعمل قدامهم ملاك يخرج من الكنيسة يقلب ويهني بأهلي ويشتم كتير حاول يرجعني بس أنا ما كنتش قادرة أرجع أعيش مع الشخص ده نهائي لأن تعبت منه ومن تصرفاته خلص الموضوع على كده بس دلوقتي الكنيسة هنا في بوتيج مش عاملة حاجة وفتح ملف قالوا لي ملكيش حل عندنا ومفيش طلاق رغم أني خادمة في الكنيسة ومعروفة جدا والكل يشهد لي وخصوصا أبدا اعترافي أنا عندي واحد وثلاثين سنة أعمل إيه دلوقتي يا سيدنا بابايا متوفي ومليش حد يساعدني وإخواتي عايشين في مصر ومش لقي حل هل كده ممكن أخد انحلال مدني ولا ممكن أخد طلاق كنسي ولا أعمل إيه أرجوكوا ساعدون مأساة متكررة طبعا أنا بتعجب يعني إزاي يسمحوا بجواز بنتهم لواحد أكبر بنا في خمس شهر سنة خمس شهر سنة ده يبقى طيب قوي حنين قوي ودي نادرة يبقى شكاك جدا وغير جدا وده اللي حصل ده اللي حصل خمس شهر سنة منحها من النزول لما خدها مصر قفل عليها بالقفل إذا نعايش في شك مش قادر المتخيل الأصغر منه دي هترضى بيه لأ لحتى بيقبلوها إزاي وبعد كده جواز من غير عفش طب ليه وبعدين قابل الجواز من غير عفش ليه عشر سنة كراكيب يعني آه ليلة الحنة ليه ليه تبيعنا بنتكو وليه يا بنتي أنت تقبالي الكلام ده ووضح إنها مغلوبة على الأمنا كلام مش صح كلام صح يا جماعة أرجوكو الزواجي بقى فيه توافق وأهمها السن الزواجي بقى فيه اتفاقات متبادلة محترمة تنفس قبل الجواز وديه الضحية النهاردة هي في نظر القانون هي رسائبة بنت الزوجة ليه بقى لأنها قبلت بعد شوية أنها تروح تعيش معها في القاهرة وما قدرتش بسبب المعاناة اللي عاشاها معها في القاهرة إنها ترجع على الصعيد هي ترجع على القاهرة والنتيجة أنا ما رجعتش فالحقيقة يعني أرجو ده أنا بحطها إن كانوا ما قدمناش حل واضح لبنتنا دي وبحطاك تحذير لكل بيت ما ترميش بنتك لازم اتفاقات مسبقة ما ترميش بنتك ما تجوزاش لواحد كبير مش هتعيش سعيدة عدم جوازها أفضل من مثل هذا الزواج وقادي النتيجة اللي احنا عايشين فيها هي ورعاها إيه تاخد تصريح ولا ما تاخدش تصريح وهل يطبق عليها الانحلال المدني ولا تعمل إيه ما هي حسب القانون الجديد لما يتنفس حيطبق عليها التفريق المدني إنها هيبقى لها أكتر من أربع سنين بس هي مش بتتكلم على إنها تسيبوا بالقانون عشان تقعد كده أكيد يعني واحدة لسين ساعة محتاجة تتجوز طب حتتتجوز لما تسألني أنا كأمبا بولا حولها هل في أسباب تبطل الزواج إذا الموضوع محتاج نناقش تفاصيل أكتر لعلنا نصل إلى أمور بمعنى هل له أخطاء وعايش في القاهرة هل في إقراه في الزواج من أهلها ضغطوا عليها ويقات رفضة يعني أمور تقول لفكرة إنه يصلح إننا ندلها تصريح جواستي أنا بكلم على التصريح إنما الكلام على المدخل القانوني إن عمرها سهل هي أسباب إليها 8 سنين وإذا أمر بسيط جدا يبقى ومجرد صدور القانون مدن المودة 24 سنين حيدوها تفريق مدن آه تمام طيب في مشكلة لها علاقة بقى باللي إحنا كنا بنحكي فيه في موضوع الخطبة في موضوع آه الخطوبة في القانون في مشروع القانون وكان في مادة بتوضح بشكل صريح إنه إذا الخاطب يعني انتقل المخطوبة من حقها الشبكة والعكس ويمكن الناس كتير حتى في التعليقات كان لها اعتراضات على النقطة دي لأنه شايفين إنه من حق الرجل إنه لو خطبته انتقلت من حقه إنه ياخد الشبكة لكن مش العكس مش العكس إنه لو هو الانتقل من حق البنت إنها تاخد الشبكة كانوا معطردين كتير قوي لأنه شايفين إنه الرجل تعب عشان يجيب الشبكة فمش هيبقى موت وخرب دي وزي ما هم بيقولوا في التعليقات كتير فجات مشكلة في هذا الإطار يا سيدنا عايز أقراها على نيفتك مساء الخير وسيدة نانسي هشرح لك المشكلة وأرجو تعرضيها على سيدنا الأنبابول للحلقة الجاية بنتي خارجة صيدلة السنة دي اتخطبت 11-25-20 لدكتور بيشتغل مندوب أدوية في شركة معروفة إنسان محترم جدا وما كانش فيه سابق معرفة بي المهم زهر عليه أعراض مرضية في 12-20-20 يعني بعد شهر من الخطوبة اكتشفنا إنه عنده كانسر بعد تحليل وإشعاعات وكشفات كتير وبدأنا رحلة كيماوي من وقتها وإشعاع ومستشفيات وآخرها عملية زرع نخيع وربنا ما أردش يعني وتوفى في المستشفى يوم 14-12-20-22 بعد قديم الزواج بعد تقريبا سنتين إلا من الخطوبة عشر عاوز أقول لك ربنا شاهد قد إيه تعبنا وبنتي تعبت نفسيا ومعنويا لأننا فضلنا متمسكين بير آخر لحظة كل حاجة كنا معا لأنه اعتبرنا ابننا والده وإخواته حرفيا ما كانوش جنبه زينا هو تعلق بنا جدا واعتبرنا عيلته أغلب الوقت كان بيكون في وسطينا وفي بيتنا إحنا ناس بسيطة وجوزي شغلو يومي دلوقتي إحنا كنا ودينا عفش الشقة وكان علينا قوضة النوم والمطبخ وديت القوضة لأنها اتعملت عمولة وتنصبت باختصار بعد الوفاة بأربع أيام اتفاجئنا بأخوه بيطلب ياخد الشبكة مقابل أننا ناخد قوضنا وعملوا مجلس إكلريكي هنا في المحلة والدته رفض أي تفاوض ودلوقتي أنا عايزة أعرف رأي سيدنا هل من حقها تاخد الشبكة يعني مقابل أنها تديني قوضة نوم اتعملت على مأس شقة ابنها وعلى زوقه هي كمان بعتت تكملة بتقول مع العلم أني كنت عاملة حفلة للخطوبة في قاعة على طريق طنطة المحلة ومتكفلة بكل حاجة والعروسة هي المتكفلة بيها وما طلبتش من خطيب بنتي أي حاجة من يومها إذن قام بالخطيبة اللي بتتكلم أه بسينا إحنا عايزين بس نفهم الشبكة دي عبارة عن إيه وبالتالي بنقدر نحكم على النتائج لأي متغيرات الشبكة باختصار شديد هي هدية الخطيب للخطيبة وليس هدية الخطيب لأهل الخطيبة ولا هدية أهل الخطيب للخطيبة بمعنى الأهل هنا برة دايرة البنت والولد بس يبقى إذن الحكم فيما يتعلق بالوفاة بيتحكم بالنص اللي أنا قلته ده هدية الخطيب للخطيبة طب الخطيبة ماتت الخطيب ياخدها الخطيب ياخدها والعكس طب الخطيب مات الخطيبة تاخدها أنا مدعي لها هي طب ما هي عايشة تستفيد بيه أهل يورسوها لا دي بقت بتاعتها الرد واضح تاني أهل يورسوها ليه هدية ليها هي أهلها يورسوها ليه هدية ليها هي نفس القصة بوقت عرض المادة دي في الحلقة دي يا سيدنا جالي كم معتراضات غير طبيعي وأنا طبعا ما بقدرش أرد على لسان نيفتك يعني هحط السؤال ده من ضمن الأسئلة لا يا سيدنا ما تقولش كده البركة في نيفتك فانتهست فرصة الرسالة دي علشان نرد لأنه ناس كتير شايفة أنه مش من حق البنت ولا أهلها أنه هم يحتفظوا بالشبكة في حالة وفاة الخاطب نظرا لأنه هم شايفين أنه هو اللي اشتراها وهو اللي تعب فيها فأهله ما يخسروش الولد وكمان يخسرو الشبكة ده مشاعر محبة متبادلة بمخاطبين هدية منه ليها هو مات أهله ما يورسهاش هي ماتت أهلهم ما يورسهاش يعني هي كده من حقها أنها تحتفظ بالشبكة ومعها هي وبالقالون يعني هي تلجأ للقانون هيحكم في صلاحها ومعها أدل عن العرش عرشها بالقانون هتاخدو وأي إساءة للعرش أو تبديد للعرش دي لا عقوبات متشددة جدا طيب هل هي تقدر ترفع دعوة مثلاً دلوقتي والقانون لسا ما بقاش طيب بس أنصح يعني دايماً إحنا في القضايا الشائكة دي يعني اسمحي لأكون يعني أكثر وضوحاً بحب أجنب الأباء الكهنة من دخول في القضايا ليه؟ أبونا موقفه بيبقى حساس هيزع على الطرف طبعاً ودايماً الأباء بيحاولوا يمسيقوا العساء من النص ما عليش يا جماعة من أجل السلام وتنزلوا شوية وأنتوا تنزلوا شوية بيقولوا كده إنما هي دي العدالة؟ لا طيب هنا دايماً بأنصح كيان محايد إما سيدنا اللي بيرقص الإبرشية دي سواء أسكف أبرشية أو أسكف عام هو ليتولى مثل هذه القضايا أو لجنة زي المجلس الخريكي للإبرشية ده هو ليتولى الحاجات دي فبيشوف العدالة فين؟ القانون فين؟ بيطبق القانون أو يطبق العدالة أو يطبق المنطق المنطق هدية خطيب لخطيب القانون هدية خطيب لخطيب شكراك يا زيدنا على هذا التوضيح المهم وأعتقد أن كل التساؤلات اللي هتيجي بعد كده برضو هنفسرها ونوضحها بشكل بسيط علشان حتى الناس اللي عندها اعتراضات من باب إنها تعودت على شيء وأي حاجة فيها تغيير دايماً في البداية بتقابل بالرفض لحد ما نفهم المقصود بشكرك جزيلاً يا سيدنا على وجود نيفتك معنا النهاردة شرفتنا وباركتنا ونورتنا كالعادة نيفت الحبر جليل أمباكولا وطرنطنطا وكل توابعها بشكركم مشاهدين على متابعة حلقة النهاردة النهاردة تكلمنا عن النفقات هنكملها الأسبوع الجاي مع الإجابة على عدد من تساؤلات حضراتكم الحلقة اللي بعد الجاي بإذن ربنا عن الحضانة وبعدين عن الميراث يعني حلقات كلها غاية في الأهمية وجلنا عليها أسئلة كتيرة جداً تقدروا تبوض الحلقة مرة تانية من خلال صفحة أنا وبيتي ومن خلال صفحة قناة ميسات وعلى يوتيوب الخاص بقناة ميسات والحقيقة أنه إحنا بنسعد جداً بكل رسال حضراتكم وكل الأسئلة والاستفسارات وبعتذر مرة تانية لضيق الوقت إننا مش عارفين ناخد أسئلة كتير لكن بوعيدكم بعد منقشة الحلقات الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية هيكون عندنا سلسلة من الحلقات نرد فيها على كل الأسئلة وعلى كل المشكلات بشكركم واشوفكم يوم السبت الجاي ساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة إلى دقا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة